تعمل الحكومة على تنفيذ استراتيجية الطاقة المستدامة 2035 لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة مع زيادة عدد السكان والتي تتضمن زيادة استخدام الطاقة المتجددة وتحسين الكفاءة في قطع الطاقة هذا وتبنت الدولة استراتيجية تنموية متكاملة ومستدامة لزيادة حصة الطاقة المتجددة من إجمالية الطاقة المنتجة بنسبة 42% من كهرباء البلاد بحلول عام 2030 في ظل تصاعد وتيرة التحديات المناخية وضعت الدولة خارطة طريق للتعامل مع تلك التحديات خاصة فيما يتعلق بالتوسع في مشروعات الاقتصاد الأخضر وتنمية وتنويع مصادر الطاقة المتجددة وتعظيم قيمتها وانطلاقا من أن الطاقة الشمسية هي الأكثر وفرة شهدت الطاقة الشمسية في مصر نموا ملحوظا في السنوات الأخيرة مدفوعا بارتفاع الطلب على الطاقة النظيفة إذ وضعت الدولة خطة طموحة لزيادة إنتاج القهرباء من الطاقة الشمسية إلى 1.9 جيجاوات كما تبنت الدولة استراتيجية تنموية متكاملة ومستدامة حتى عام 2035 لدعم قدرات قطاع القهرباء والطاقة المتجددة وتنفيذ تعهدها بالوصول إلى نسبة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول عام 2030 مشروعات كبرى يتم تنفيذها لتوطين صناعة الألواح الشمسية أبرزها مجمع إنتاج السيليكون بمدينة العالمين الجديدة بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 172 مليون دولار اعتمادا على خام الكوارتز المصري فائق النقاء بدلا من تصديره خاما للخارج أما مجمع بنبان في أسوان فيعتبر أكبر تجمع لمحطات الطاقة الشمسية في أفريقيا والشرق الأوسط ويهدف إلى التوسع في إنتاج الطاقة النظيفة المنتجة ويضم المشروع 32 محطة شمسية لتوليد الكهرباء بقدرة إنتاجية تصل إلى 147 ميجاوات ومن بين مشروعات إنتاج الطاقة الشمسية مشروع منطقة كومومبو الذي تبلغ قدرته الإنتاجية نحو 200 ميجاوات من الطاقة النظيفة ويلبي المشروع احتياجات نحو 130 ألف وحدة سكانية فضلا عن أن المشروع يحتوي على أحدث التكنولوجيات من الألواح الشمسية بالإضافة إلى 952 عاكساً كهربائياً على مساحة 84 من 10 كم مربعة